الأنظمة الموجودة حاليا تلتقي مع الاحتلال بعنوان مركز ألا وهو الاحتلال فالاحتل احتل أرضا وهم احتلوا هذه العروش عنوة عن شعوبهم لذلك بقاؤهم مرهوم ببقاء الاحتلال ومن ظن أن هذه الجوش ممكن أن تحرر فلسطين فكما يظن بأن بنيمين نتنيه ممكن أن يرفع راية التوحيد ويعلنها إسلامية إسلامية أنا أعتقد أن كل موجود للأسف أو أغلب الموجود للأسف الشديد ينسجن بالرؤى مع الاحتلال والإدارة الأمريكية أكثر من انسجامه مع ما قاله الله جل في الله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومع ما تريده الشعوب من ثورة حقيقية ومن عمل مشترك مقاوم ضد الاحتلال لتحرير معراج النبي صلى الله عليه وسلم بس كأنك تعمم هنا أستاذ طلال حتى بالنسبة للجيوش العربية والجيش السوداني وغيره المشكلة في هذا الجيش ككل أو في الإرادة السياسية في القرار السياسي أنا أعتقد أن أغلب للأسف أغلب الحكام لكن الجيوش أغلبها مغلوب على أمرها أو هناك من قياداتها من هو مرؤون بقرار رئيسه كما رأينا في دول كثير جدا لا داعي ذكرها أنا أعتقد أن الذي يريد أن يتغير لابد أن يسلك مسلك الثوار ولا يتجرأ بإلقاء البراميل المتفجرة في اختراق صهيون اليوم للجيش السوداني أخي أي عقيدة تريد أن يحملها ذاك الذي يرمي البراميل المتفجرة على أبناء الشعب السوري في حلب وفي حمص وفي إدلب وفي درعة وفي هذه المرات وفي الأتارة باليوم يوم الحقائق وليس يوم المجاملات هاي مرحلة خلصة زمان يا أستاذ طلال أنا أعتقد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة فالخير موجود ولا بد من حراك حقيقي من أجل تغيير هذه الأنظمة لأن هذه الأنظمة ستكون وما زالت بقاؤها وبال على شعوبنا وبال على تحرير الأرضنا هل تخشى من أن يكون الصهايين قد اخترقوا بالفعل الجيش السوداني كما اخترقوا غيره وفقا لرؤية إسرائيلية واضحة في السودان اليوم وفي إفريقيا ككل أصلا أنا أعتقد أن الصهايين أذنى في أفريقيا ولهم موطئ قدم لكن السودان أنا أعتقد عندما دخل برهاني في هذا النفق المظلم بأن استطاع الصهايين من خلال وكلاء لهم أن يجدوا موطئ قدم في السودان لكن هل هذا بقاؤه مرهون بثورة حقيقية ضد برهاني وضد هذا الفكر المظلم التطبيعي الخياني مع الاحتلال الإسرائيلي في المقابل التيار المقاوم الأصيل ما زال موجودا في الأمة على جميع المستويات ومنهما أشرت إليه طبعا إن كان حتى في السودان رئيس اللجنة السياسية في المجلس السيادي الذي استقال أو على مستوى البرلمانات كموقف منصور الغانم أو مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي قام بفعل لاقص تحسانا من كثيرين على كل حال خلينا نشوف في هذا المقطع سريعا ونعلق على ما قام به فضل المشاهدين لا التاريخ في صفكم ولا الجغرافية تعينكم ولا الديمغرافية في صالحكم والثقافة خصمكم والعاطفة ردعكم والوجدان الجمعي ندكم ولذلك أقول لمن دعا إلى مؤتمرنا الطارئ هذا بوركت ولمن استضافنا مشكورا أوفيت ولمن حضر من برلماناتنا العربية هذا العشم بكم وما ضاع حق وراءه مطالب ستعود فلسطين وستعود القدس عاجلا أم آجلا فذلك وعد غير مكتوب وفي الختام وباختصار شديد نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم له التحية أستاذ طلال ما رأيك بما قام به؟ كل التحية له وللكويت ولأبناء الأمة الذين ينسجمون بهذا الرؤى معه أنا أعتقد أنه يمثل ضمير الأمة يمثل المقاومة الفلسطينية الباسلة يمثل الشعب الكويت الأصيل يمثل الأمتين العربية والإسلامية يمثل كل أحرار العالم الذين رفضوا هذه الصفقة وسنرفضها ولن تكون هذه الصفقة كما ذكر إلا مكانها الطبيعي إلا في مزبرة التاريخ وإن شعبنا الفلسطيني مع أمتنا العربية والإسلامية قادرة بإذن الله أن تحول الصفقة إلى صفع على وجه ترامب وجه ترامب من يمينة نياهو وجه ترامب ومن أيدهم ومن صفق لهم ترجمة نانسي قنقر